السلام عليكم شركة اوبا عنا نتعمل موبايل جديد مفاق المتوسطة والموبايل دوت جاي مع معاصفات شايفها مش مقبولة اقصاد السعر المفروض يعني يكون ارخص من كده وده مجرد وجهة نظري والموبايل دوت هو موبايل اوبا اي 93 بس قبل ما نبدأ تفاصيل الموبايل ايو عتنسى التشارك في القناة وادفعل زر الجرس ولو عندك اي سؤال اكتبه في التعليقات وانا هرد عليك وعايز كمان اشوف رأيك في التعليقات عن الموبايل ومغير ما اطول عليكم تعالوا الهند في موضوع الحلقة اول حاجة هنبدأ بيها كالعادة يهاكل الخامة تصنيع الموبايل الموبايل هيجيب طول مية وستين ميلي متر وعرضة اربعة وسبعين ميلي متر وسمك سبعة ونصف ميلي متر وبوزنة في حدود مية وستين جرام ولسه مفيش اي معلومات عن هيكل الخامة تصنيع الموبايل وبيدعم تركيب شرحتنا التصال من نوع النانو مع دعم الشبكات الجيل الثاني والتالت والربع وبيدعم كمان منفذ السماعات التقليدي 3.5 وبنسبة لصوت الموبايل هنا فالموبايل هنا بييجي بصوت عادي اوحادي مش استريو وبنسبة للشاشة فالشاشة تيجي من نوع اموليد بمساحة ستة واربعة من عشرة بوصة بدقة 1080 في 2400 بيكسل يعني فول اتش دي بلس بابعاد 20 الى 9 بكسافة بيكسلات 409 بيكسل لكل بوصة وبتيجي بكوة اضاءة 430 نتس والبصمة انا بتيجي تحت الشاشة وبنسبة للشاشة ديت فانا شايفها الشاشة تقضية جدا من شارجة اوبو وما فيهاش يعتبر اي مميزات غير النتيجة من نوع اموليد وبنسبة للرام الزاقرة فالموبايل هيجي من نسخة واحدة وهي 128 جيجا مع 8 جيجا رامب وبدعم تركيب بطاقة تخزين خارجية تصل ل256 جيجا اما بقى عن نظام التشغيل والاداء فالموبايل هيجي من نظام تشغيل اندرويد 10 مع واجهة ColorOS 7.2 مع معالج MediaTek Helio B95 بدقة تصنيع 12 نانوميتر مع 8 انوية بتردد يصل لـ 2.2 جيجا هرتز ما معالجه السومي باور VR GM 94-46 وبنسبة الاداء المعالج دوت فواهد ديك اداء ممتاز جدا من ناحية الالعاب والبرامج يعني بس شايفوا انه المفروض يكون في موبايل ارخص من كده بشوية وبنسبة للكاميرات الموبايل فالموبايل هيجي باربع كاميرات خلفية الكاميرا الاولى والاساسية بدقة 48 ميجا بيكسل فتحة عدسة 1.7 والكاميرا التانية بدقة 8 ميجا بيكسل فتحة عدسة 2.2 وهي كاميرا الترويت بتصور بزاوية 119 درجة والكاميرا التالتة والربعة بدقة 2 ميجا بيكسل فتحة عدسة 2.4 واحدة منهم مقر وواحدة سنسور وبيجي معهم فلاش LED وبيدعمه تقنية البانوراما والHDR ويقدر يصور فيديو بدقة 4K بسرعة 30 ترفيس ثانية وبدقة Full HD بسرعة 120 ترفيس ثانية وبنسبة للكاميرا الامامية فالكاميرا الامامية هنا هتيجي مزدوجة على نفس التصميم Realme 6 Pro الكاميرا الاولى بدقة 16 ميجا بيكسل فتحة عدسة 2.2 والكاميرا التانية بدقة 2 ميجا بيكسل فتحة عدسة 2.4 وهي كاميرا سنسور وبتدعم تقنية الHDR وتقدر تصور فيديو بدقة Full HD بسرعة 30 ترفيس ثانية وبنسبة لدي الكاميرا الامامية فمتوقع تديك اداة ممتاز جداً علشان ميجا بيكسل كويسة وفتحة العدسة الرئيسية واسعة يعني هتستقبل دوء اكتر يعني جاوة تتصورها احلاً وبنزور التكنيونياتي التانية فالنوبوال هنا بيدعم تكنيونيات الوفاق داريكت وبلوتوس مصدر في فوندوان زاد انه بيدعم الجي بي اس وكمان بيدعم الراديو وبنسبة للبطارية فالبطارية هنا هتيجي بسعة 4000 ميلي امبير من نوع لسهم غير قبل الازالة وبتدعم الشحن السريع بكوة 18 واط مع الشحن من نوع طيب سي وبنسبة للبطارية دية فسعة البطارية تعتبر قليلها شوية في الوقت دوت غير يعني بقى المنافسين وبرضو سرعة الشحن 18 واط وأخيراً سعر الموبايل الموبايل نزل بسعر 330 دولار يعني حوالي 5200 جنيه مصري و1240 ريال سعودي و3000 درهم مغربي و900 دولار تونوسين و40000 دولار جزائري و390000 دولار عراقي بس احب هنبه تنبيه بسيط هنا الى سعر ديت فالخارج اس لم ينزل الوطن العربي في جمارك ودرايب ممكن ترفع سعر الموبايل 25% او 20% يعني في الحدود دي كده انا خلصت كل حاجة عن الموبايل وانا شايف ان هو غالي شوية شوية صغيرين يعني مش قوي وده مجرد وجهة نظري وايس كمان اشوف رايك في التعليقات عنه بس اوعى تنسى تشارك في القناة وادفع الزر الجرس ولو عندك اي سؤال يكتبه في التعليقات وانا ارد عليك والسلام عليكم